ماتش القطن الكاميروني مش عايز اتكلم في كتير المستوى الفني طبعا انتوا عارفين الفرق الفني ما بين الفرقين لكن الاهلي اكتر حاجة في المباراة دي كان عايز ياخدها انه يعمل اسكور ويكسب بنتيجة كبيرة بحي بجد قهربة وبرستاو يعني التجانس والانسجام اللي بين الاتنين والتمركزات اللي بياخدها قهربة في الملعب بتقول لنا ده لعب كبير جدا عنده خبرات كبيرة جدا الاقاف الحمد لله ما اصرش عليه بالعكس راجع وعنده تحديات كبيرة قهربة احرز سلسية احرز هاتريك واصبح من ضمن اللاعبين اللي احرزه هاتريك للاهلي في المباراة الافريقية وهو عدد قليل جدا ولكن قهربة قدر يحفر لنفسه ولإسمه جزء من تاريخ الاهلي في الفترة الاخيرة برستاو اداء والاروع في المباراةين مباراة سانداونزي في جنوب افريقيا ومباراة القطن الكاميروني وان شاء الله الفترة اللي جاية مع تكاتف الجميع مع النادي الاهلي والصعوبات ماتش القطن الكاميروني من المباراة اللي نقدر نقول في لعيبة اثبتت انها تقدر بخبراتها تخرج من اجواء هذه المباراة على رأسهم علي معلول علي معلول انباري عمل مباراة كبيرة جدا ومارسي الكولر دايما عنده ثقة كبيرة جدا في اداء علي معلول فبيحتاجوا دايما في المباراة الكبيرة اللي زي دي اللي محتاج فيها عنصر الخبرة من النقاط المهمة كمان عودة عمر السلية دخل في التشكيلة الاساسية او كان متواجد انبارح في المباراة كمان وجود حسين الشحات البداية بمراوانة عطية وانا شايف مراوانة عطية من اللعيبة اللي وضعت لنفسها مكانة في التشكيلة الاساسية في البداية طبعا احنا قلنا واتفعنا قبل كده لا هنقبر قوي في حجم المعطيات اللي حصلت في المباراة ولا كمان هننتقد زياد عن اللازم نعطي كل مباراة وضعها ولكن مراوانة عطية احد الصفقات اللي اثبتت ان هي جزيرة بالتواجد فيه التشكيلة الاساسية بدليل قيمة منتخب مصر النهاردة فيها حمد فتحي وفيها مراوان عطية ضمكم على الشاشة يمكن زياد القطاط لعودة بأس فريق النادي الاهلي من جروة وطبعا بيستقلوا الطيارة والفريق على طول على فكرة مباراة بعد المباراة اتجه على طول لمطار جروة والرحلة الصفقة حوالي خمس ساعات ونصف ست ساعات والفريق الحمد لله وصل بسلامة الله صباح اليوم هيبقى فيه راحة على فكرة ممكن تكون راحة مطولة شوية يعني الناس ممكن بتتخيل راحة 24 ساعة أو 48 ساعة لا ممكن توصل راحة لحوالي 4-5 ايام لان كولر في تقريره الفني عايز يدي راحة مدة اطول لاللاعبين عشان المرحلة اللي جاية المرحلة اللي جاية فيها ايه؟ واحنا بنستعرض مع بعض اللاقطات الخاصة بكواليس بقاست فريق النادي الاهل والعودة والناس مبرح في الكاميرون بصراحة يعني كتليها لقاطات كده مميزة نهاية دي بقى قيمة الفرق الافريقية اللي عارفة ايميت وما كانت لعبت الاهل وعارفة ايميت وما كانت النادي الاهل لما شوف لقطة العالي معلولة وبيدي التشيرتات الخاصة بالعبية النادي الاهل أو التشيرتات الرسمية للأهل في غرفة خلع ملابس فريق القطن الكاميروني دي لقطة مهمة جدا ولقطة ان دلت على شيء بتدل ان الناس في الكاميرون وفريق القطن عارفها هي بتلعب مين فاكر انت لما بتوح تلعب كاس عالم أندية وبتبقى سعيد وانت بتلعب بريال مدريد وانت بتلعب بايرن ميونيخ وانت موجود في بطولة فيها تشيلسي وفيها ليفربول ده احساس الفرقة الافريقية بيك لما بتيجي تسافر وبتلعب معهم في القدفور وفي الكاميرون وفي جنوب افريقيا الكل بيواجه نادي القرن فلما بيلعب مع فريق القرن في افريقيا بيبقى عايز يحتفظ بتسقاره وبأي حاجة تتعلق به فريق النادي الاهل لقطة تعالي معلول امبارح كتلقطة تاريخية مهمة جدا وبعتقد ان هي جزء من تاريخ الاهل ان الفريق المنافس يبقى عايز يحتفظ بتيشيرت النادي الاهل كمان رئيس نادي القطن انه يكون في استيبال فريق الاهل ويكون في وداع فريق النادي الأهلي من مطار جروة وتكون السفيرة سفيرة جمهورية مصر العربية في الكاميرو الموجودة كمان في وداع الفريق في مطار جروة كل الأطاط دي أكيد بتدينا مدلول أن الأهلي الحمد لله يعني بيحظى بحب واحترام الجميع البعض يحاول يصدر صور تانية ولكن بتبقى صور سلبية